انقذوا الشمال السوري الفيتو الروسي يقتلون ليست مجرد عبارات تكتب على مواقع التواصل الاجتماعي بل واقع معاش في الشمال السوري والذي يرفض استمرار تحكم روسيا بآلية ادخال المساعدات عبر باب الهوى المنفذ الوحيد المتبقي لإيصال المساعدات الأممية وتؤكد المنظمات الإنسانية والحقوقية أن الرفض الروسي يأتي لتمهيد الطريق أمام النظام السوري لاستعادة تحكمه بالمناطق الخارجة عن سيطرته عبر شرطين اثنين فرضهما على الأمم المتحدة لموافقته على ادخال المساعدات ويتضمنان التجديد على عدم التواصل مع كينات يصفها بالإرهابية فضلا عن ضرورة إشراف اللجنة الدولية للصريب الأحمر والهلال الأحمر التابع له على توزيع المساعدات نقف اليوم في وجه إذلال الشعب السوري نقف اليوم في وجه تسييس قضية الشعب السوري وقضية المساعدات الإنسانية التي تصل إليه هي من المفترض أن تصل إليه بدون أي مقايضات بدون أي مفوضات لتحصيل مكاسب سياسية طبعا رسالتنا إلى الأمم المتحدة أن تساهم وتساعد أهلنا المتضررين بسبب جرائم النظام وكما تعلمون أن سبب معاناة أهلنا في الشمال السوري هو النظام المجرم الذي قتل مئات الآلاف وعتقل وهجر الملايين من جانبها اعتبرت الأمم المتحدة شرطين نظام غير مقبولين فمن وجهة نظرها يجب ضمان التواصل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية لإجراء عمليات إنسانية آمنة وبلا أي عوائق فضلا عن أن الطلب الثاني لا يتوافق مع استقلالية الأمم المتحدة أمام هذا كله يتساءل النازحون والمهجرون في الشمال السوري عن كيفية رضوخ المجتمع الدولي أمام الفيتو الروسي الرافض لإدخال مساعدات إنسانية هي بالأساس حق لهم وعلى أراضيهم ويسمح لمن يقف وراء مأساتهم الإنسانية بتضييق الخناق عليهم وترسيخ فصول جديدة من القمع والقتل الممنهج عبر بوابة التطبيع ترجمة نانسي قنقر